السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة المهاجر فانتكات أهلا وسهلا بكم قالت اليوم وزارة الخارجية المغربية لأن المغرب سيفتح الحدود يوم 3 يونيو شهر 6 وهذا خبر جد مفرح لجميع الجالية المغربية المقيمة بالخارج أما بالنسبة لعملية مرحبة 2021 قالت وزارة الخارجية في بلاغها أن عملية مرحبة ستكون هي أيضا ولكن من نفس الموانئ ديال العام الفيك يعني من فرنسا وإيطاليا ولم يذكر بلاغ الخارجية لم يذكر شيء عن إسبانيا القضية بين على حسب الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا بينما بالحدود البحرية ستكون مسدودة بين إسبانيا والمغرب لأن مجاش في المغرب بأنها ستفتح الخزيرات البلاغ ذكر غير فرنسا وإيطاليا يعني ميناء الساط والموانئ الأخرى اللي خرجوا منهم العنفات ولكن الطائرات بالنسبة للطائرات بالمغرب وإسبانيا هما من ضمن إسبانيا من ضمن الدول اللي غادي يستأنف معها المغرب الطائرات ابتداء من يوم 15 فهد الشهر إن شاء الله شروط المغرب للمسافرين القادمين من أوروبا وهي اختبار بيسيري يعني أي مسافر بغا يمشي خصيدير الاختبار بيسيري أو تكون عنده شهادة التلقيح ورحلة سعيدة للجميع